الثلاث سنين اللي دازت على اللي قتلشي معاقدي هنيا الأخذيال اللي كعيني بدوره من نفس الحالة وذلك في دارهم بجامعة مطران بمنطقة ابني هلال في إقليم جديدة وخدزت كل هاد المدة مازال السيد ما التحكم حيث الخبرة الطبية اللي قررت المحكمة بتجر عليه تأخرات أكتر من اللازم يعني تأخرات لثلاث سنين رغم تعيين طبيب وستبدالوا بطبيب واحدة أخر باش يقوم بالمهمة قبل ما نهضروا على هات التطورات رجعوا نسترجعوا شوية كيفاش وقعت ديك الحديث وذلك في الليلة من ليالي أفريل من عام 2017 من اللي قتل الجاني والعمرة دياله 33 عام قتل الخوه اللي كبير عليه بـ 26 عام ضربوا بشي آدات حدة ضربات كانت كافية بتزهق روحه ويددموا للأمانة أمانته قبل ما يتشد المتهم بعد الليلة بيضاء قضاها المحققون البحثا عنه في حقول هاد المنطقة الضحية والقتل بجوجهم كيعانيوا من إعاقة دهنية تزادوا بها يعني من اللي تخلقوا تزادوا معاقينة ذهنيين وهذا الشي اللي أكدت الوالدة ديالهم اللي يستمعوا لها المحققين والله يصبرها حيث مسكينها فقتات جوجولاد واحد ماتوا وتدفن والتاني ما زال في الحبش كانت تستطيع تجراء عليه خبرة طبية بشيبان واش كان في كامل قوة العقلية من اللي ارتكب الجريمة أولا الجاني دابرة في الحبش ديال سيديموسا هذي تلسنين هو فيه والمحكمة أمرات بس دار عليها الخبرة الطبية لتأكد من سلامة القوة العقلية دياله لكن المحكمة بقات كتنتظر إنجاز هاد الخبرة مدة طويلة طيلة تلسنين والخبير المعين في اللول ولا في المرة الثانية ما زال منجز المهمة اللي بشكل عطل المناقشة ديال هاد الميلف الجنائي اللي كيتتابع فيه المتهم المحكمة عينات في اللول طبيب بش يدير هاد الخبرة ومن اللي ما التزمش عينات طبيب واحد آخر لكنه بدوره تأخر في إنجازها المحكمة طالت أكتر من لازم هذي ثلاثين جلسة اللي تنفيه تأجيل ديال المناقشة ديال الميلف حيث الخبرة ما زال مغير جاهزة والمناقشة أكيد غدي تتأكد فانتدار هاد الخبرة في 16 أكتوبر 2018 عينا رئيس الهيئة خبير يعني طبيب بش يجري خبرة طيب ونفسية المتهم المثل أمام المحكمة ديال غرفة الجينات البتدائية بالسينافيات الجديدة هالطبيب اللي تعين وخالج لات المحكمة المحاكمة ديال المتهم في جلسات مختلفة من الجس المهمة ويعني ما درس الخبرة على المتهم بش يعرف واش مريض أو لا المتهم كيعاني من وضعية نفسية جدا مضطريبة ويقدر يكون مشيف كامل القوة العقلية ديالهم المحكمة حدث ديال يوم ثاني فبراير من العام اللي جاي يعني 2021 تاريخ الجلسة الجديدة وهي الجلسة 31 اللي محاكمت المتهم اللي متابع بجناية ضرب ورزحف السلاح المفضة إلى الموت دون نية إحداثه يعني من اللي ضربه ما كانت عنده النية باش يقتلوا هاد القصة درناها قصيرة بزاف من باب الإخبار فقط وشكرا جزيلا عن الاهتمام ديالكم ومتتبع ديال الفيديو حتى للخر ومرحبا بمتتبعي للشدود ديالقالات ماروكين كريم تيفي الجريمة المغربية وليهم كان قول رجاء للشراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد وشكرا جزيلا لمتتبعين أو فيا وإلى فرصة لاحقة دومتم كذلك ودامت لكم الأفرح والمسرات